السلام عليكم طلبتنا طلبة المرحلة الرابعة في محاضرة جديدة من محاضرات مادة انتاج اللحوم اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا ودعم نركز عليه في منهجكم منهج انتاج اللحوم اللي هو صنف التسويق او محاضرة صنف التسويق وتعريفها وتعريفها مشروط الضابط اللي تحدد صنف التسويق واهم المحددات ومميزات هذا النظام بداية هذا الصنف من صنف التسويق هذا الموضوع من المواضيع اللي تركز عليها الكثير من دول العالم المتقدمة لما له من اهمية كبرى في انه تدرج واتصنف حيواناتها حسب اسس ومعايير كريتيرياز هي تحددها تضمن بها حق الباع والمشتري وبالتالي سهل انها عملية التسويق لهذه الحيوانات سواء كانت حيوانات حية او كانت ذبائح مذبوحة في المزارة فكتعريف للموضوع او لصنف التسويق نقول انه مجموعة من حيوانات اللحم ضمن نفس النوع مصنفة حسب استعمالها اذا عندي مجموعة من حيوانات اللحم سواء كانت حية او كانت ذبائح من ضمن نفس النوع يعني كلها ابقار كلها اغنام كلها ماعز وهكذا تصنف تصنف حسب استعمالها وحسب مواصفاتها وحسب ما تتميز به من مميزات تميز بعضها عن بعض الاخر الغرض من هذا هو مثل ما قلنا انه انسهل عملية التسويق انسهل عملية التسويق من خلال شون من خلال اضع نظام تدريج الحيوانات المعدة للذبح المعدة للذبح بذلك الحيوانات هي جاهزة للذبح واصلة لمرحلة الذبح واصلة للمزارة فشلون ادرج هذه الحيوانات وما هي الصفات اللي تحدد لي اسعارها وتحدد لي مواصفاتها من خلال الصنف التسويق اللي هو الماركت اكلاس ايضا هذه الاسس في المعايير طبعا بالمناسبة وهذا النظام محتمد في دول اوروبا في امريكا وفي الدول المتقدمة وغير موجود عندنا في العراق لكنه نظام عالمي يجب ان نطلع عليه ولو ناخذ عليه بعض المعلومات حتى يكون واضع عندنا اه شنو موضوع الماركت كلاس بعض الدول انتقلت به من هذا النظام من محور تصنيف تدريج الحيوانات حية يعني لا تزال في المزرعة اه في مرحلة التربية الى محور تصنيف وتدريج ذبائح يعني انتقلت انه اصنف وادرج الحيوان وهو حي ايضا الى مواصفات ايضا اجي اصنف وادرج الذبحة بعد ما ينذبح الحيوان ايضا الها مواصفات والها تدريج ومعايير تحدد بعضها عن البعض الاخر هذا طبعا ما يتم اعتباطا اكو معايير وضوابط تعتمل على طبيعة حيوانات اللحم ما هي طبيعتها ما هي مواصفاتها وايضا تحدد العلاقة عفوا العلاقة بين الباع والمشتري ما هي العلاقة بين الباع والمشتري على ماذا يعتمد بيناتهم الشغل وما هي المواصفات اللي يحددها الباع وما هي المواصفات اللي يحددها المشتري ايضا تفيدني ونتحديد لأسلوب البيع والشراء مرتبط بنوعية الحيوان يعني من أبيع وأشتري الحيوانات ما كلها بنفس السعر لأنها تعتمد على نوعية كل حيوان أو كل ذبيحة ومواصفاتها بأسعار تعتمد على البيانات اللي يوفر لها الباع مع كل حيوان مثل أشياء البيانات البيانات عندي العمر عمر كبير عمر صغير الوزن نوع التغذية وحتى التربة اللي 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 تناول اللي انجرعت بها الأعلاف وتناول الحيوان آآ منها آآ العليقة ما هاتفها فهذه أيضا من ضمن محددات التحدد للسعر للحيوان إذن هذا فائدة صنف التسويق لهذا يكون بالإمكان اتفاق على عملية البيع وشراء استنادا إلى هذه البيانات الموثوق بها الموثوق بها الموثوق بها كل شي نقطة مهمة أنه موضوع الثقة رح يكون من أهم فوائد ومميزات هذا النظام هو موضوع الثقة بين الباع والمشتري فاذا نجي نريد نعرف شون مميزات هذا النظام وفوائد الصفة الأولى وفوائد الأولى أنه يخلق لي الثقة بين الباع والمشتري خلق الثقة بين الباع والمشتري حددتني عوامل حددتني عمور وزن نوع تغذية تربة إلى آخره فاذا هنالها نعتمد على هذه المواصفات اللي انطيتنيها وحددتني هذا السعر اختلف عن هذا السعر باختلاف هذه العوامل فهذه تنطيني فالثقة بين الباع والمشتري اثنيا حدد من عملية التلاعب والغش حدد من عملية التلاعب والغش اللي ممكن أنه تضيع الحيوانات المزينة من وسط الحيوانات الزينة ويمشي بنفس السعر هذه من أعتمدها أعتمد على هيش مواصفات وهيش نظام وهيش صنف تسويق لا راح تقللي من عملية التلاعب والغش في البيع والشراء النقطة الثالثة هي مكانية شراء حيوانات لحم دون مشاهدة في مكان البيع نعم يعرضها البائع ويعرضها المرنبية ويعرضها أبو المزرة داخل موقع المزرة مثلا على الانترنت أو في موقع معين ممكن يشوفها المشتري عن بعد ويحدد الصفات اللي يريدها يشوفها الصفات هل هي الطابق مع الصفات اللي هو يرغب فيها أو لا وضمن الأسعار المحددة إذا كل منها ممكن يشتري عن طريق البعد ولا يشتري أن يكون موجود ويشوفها مباشرة أيضا النقطة الرابع كانت ربط مواصفات حيوانات اللحم وهذه النقطة مهمة مواصفات حيوانات مع النواحي كمية والنوعية والأسعار إذا نصر عندي نواحي كمية نواحي نوعية والأسعار مرتبطة بعضها مع بعض الآخر حسب مواصفات كل ذبيحة من الذبائح هذه تحدد لها النقاط الأربعة هو موجودة وممكن أستفاد من عدتها وتطبق في صنف التسويق إذا يجي لموضوع الشروط والضوابط اللي يتحدث صنف التسويق في الأبقار الصفة الأولى هي عمر الحيوان أو أول ضابط أو أول شرط عمر الحيوان أحد المرتكزات الأساسية للتسويق الأبقار ومن أفضل الطرق طبعاً اللي أحدد بها العمر هي طريقة التسنين أو من خلال فتح فهم الحيوان ومثل ما تعرفونه ما أخذيه أنتوا في صف أول في مبادئ إنتاج الحيوان ما أقدر عمر الحيوان بطريقة التسنين إذا هذا شرط مهم أو ضابط ممكن أعتمد أنه لو كان الحيوان الحي ما أعرف عمره من خلال التسنين في الحيوانات الحية الضابط الثاني أو الشرط الثاني وعفواً هو ضمن نفسه العمر في الحيوانات الحية الآن نأخذ ما أحدد العمر لو كانت الحيوانات مذبوحة لو كانت عندي ذبيحة ما أقدرها نعتمد بها عن طريق المشاهدة العينية لمناطق في الذبائح تعتمد على أولاً مثلاً تصلب العظام أشوف العظام هل هي صليبة جداً وإنما صلابتها عالية لو بيها رقم نوعاً ما وغير صليبة أيضاً الغضاري في كل ما كانت لونها أبيض فاتح أيضاً تكون عمر الحيوان صغير كذلك لون اللحم كل ما كان فاتح يكون عمر الحيوان صغير وكل ما كان طوخ يكون عمر الحيوان الذبيحة اللي جاي من حيوان كبير بالعمر كذلك النزجة اللي هي الخشونة والنعومة اللحم كل ما يكبر الحيوان بالعمر تزداد خشونة اللحم إضافة لموضوع التركيب الفيزاء والكيميا والذباء هذا يتم في المختبرات ممكن أحدد بعمر الذبيحة أو عمر الحيوان اللي جت منها الذبيحة طبعاً هل تتغير بتقدم عمر الحيوان الشرط الثاني والضابط الثاني هو الجنس الجنس دا كان ذكر أو أنثى أو مخصي أو غير مخصي هذي أيضاً نحددها كعامل من عوامل تحليل سعر الحيوان واللي يعتمد عليها الأسعار وتدخل ضمن صنف التسويق فهناك عندنا حيوانات نسميها لير مصنفة جنسياً أو يكون ذكور مخصية أو تكون أنثى مزال من هالمبايض نسميه مصطلح إذا صار عندي ثلاث مصطلحات ممكن تدخل في صنف التسويق هي الغير مصنفة جنسياً عندي طبعاً بداية ذكر وأيضاً يكون غير مصنف جنسياً أي الخنثي أما يكون أو يكون مخصي ذكر أو تكون أنثى قد أزيلت من هالمبايضة سميه بمصطلح هذا كل واحد إلى سعره وكل واحد إلى مواصفاته بعد الشرط الثالث هو الحالة العامة للذبيحة والحيوان إذا كان حي من خلال مواصفات نقدر نعتمتها أكثر منصفة نحدد منها الحالة العامة والجنرال الحالة الأولى والأبرز والأهم هو لون اللحم سواء في الذبيحة طلعاً مثل ما قلنا أنه اللحوم العجول الصغيرة يكون تتميز بلون أحمر فاتح كل ما يتقدم الحيوان بالعمر تصبح لحومها ذات لون أغمق نتيجة تركيز الصبغة موجودة باللحم لصبغة المايوغلوبين موجودة بالعضلات كل ما يتركز تركز هذه الصبغة كل ما يكون لون اللحم أحمر طوخ أو أحمر غامق نقول دائماً وكل ما كان لون اللحم فاتح كل ما دل على أنه هذا الذبيحة جاية من حيوان صغير بالعمر أيضاً الشرط الثالث أو الحالة الثالثة من الجنرال كونديشن هي نسجة القوام أو تيكستر تيكستر أو نسجة أو القوام نسجة اللحم علاقة معه شنو واحد حجم الليفة العضلية بالعضلات حجم الليفة كل ما كان صغير كل ما أن طاني نعومة في اللحم وكل ما كان الليفة قطرها عالي كل ما أن طاني نسجة خشنة سمك الأنسجة الرابطة بين الحزم العضلية والحزم العضلية كل ما كان سميك الأنسجة الرابطة أيضاً كل ما كان اللحم خشن وكل ما دل على نوعه كبير بالعمر فاللحوم ذات الأنسجة الناعمة يكون مظهرها أملس براق من السطح عندما أشوفها وبتقطيع اللحم تقطع بسهولة غوصاً مع طول الألياف العضلية هذا يعود لنا الحقيقة أنه كون الحزم العضلية صغيرة ولا يمكن رؤيتها بسهولة أما اللحم ذات الأنسجة الخشنة يمكن مشاهدة الحزم اللي فيها الكبيرة بسهولة بها تكون بارزة لذلك كل ما تقدم الحيوان بالعمر تتغير نزجة اللحم من الناعم إلى الخشن من الناعم إلى الخشن هذه نقطة مهمة يركز عليها المستهلك والمشتري للذباح النقطة الأخرى بعد اللون اللحم والنزجة هي التعرق أو المارفينج التعرق أو المارفينج التعرق نقصد به الدهن المرئي داخل العضلات يعني اللي موجود داخل العضلات هنا أنواع عدنا من الدهون مثل ما تكلمنا سابقاً قلناك تحت الدهون تحت الجلد نسميها السبكة يوسفات وعندنا دهون بين العضلات ودهون داخل العضلات الانترا ماسكولار والانترماسكولار فهذا الانترا ماسكولار اللي هي المارفينج الموجود داخل العضلات وين يقع بين الأنسجة الرابطة بين حزم الألياف العضلية الأنسجة الرابطة بين حزم الألياف العضلية هذا التعرق هذا نحس به عندما يستوي اللحم ونبدأ بمضغة بالفم نحس به بأول مضغة أنه الطراوة اللي تكون موجودة به والطعم اللي نحس به نتيجة هذا الدهن اللي موجود داخل العضلات هي هذه نفسها صفات التعرق اللي هي من الصفات اللي يتحدد لي أيضاً صنفل التسويق فهو صفة أساسية في برامج التصنيف وتدريج اللحم أيضاً نقول أنه دهن التعريق هي مادة مزيتة أثناء المضغ وممكن ابتلاحها بسهولة لكن كل ما قلت هذا كل ما يكون بلع اللحم بصعوبة خلال عملية الطبخ يذوب الدهن داخل العضلات ويتحرر أثناء المضغ مع جزء من الماء الطريق في اللحم وبالتالي تأثيرها على عصارية المنتوج هذه صفة المارفينغ صفة الأخرى قبل الأخيرة هي الصلابة أو الفيرمنس هذا المصطلح يعبر لي عن صلابة الذبيحة أو صلابة اللحم هذا أيضاً يعتمد مقدار الدهن الموجود عند أنضاج الذبائح بعد الذبح يعتمد على مقدار جد بها دهون عند أنضاج الذبائح بعد الذبح الدهن تحت الجلد يكون أكثر صلابة من اللحم لذلك اللحم ذات درجة تعرق العالية سوف تكون أكثر صلابة في اللحم مقارنة باللحم ذات درجة تعرق واطئ وهذه صفة نوعية لها علاقة بمظهر اللحم والتي تؤثر على مبيعات اللحم على أسعارها وعلى نوعياتها وعلى مواصفاتها في السوق النقطة الأخيرة بالجنامي هي نسبة اللحم والدهن طبعاً مثل ما نعرف أنه على العموم العجول الصغيرة تمتاز بلحوم عالية ونسبة دهن واطئة نسبة لحوم عالية ونسبة دهن واطئة لحون عالية ولحوم أقل كنسبة مئاوية هذا كل ما يخص موضوع صنف التسويق أو الماركت حبينا نوضح لكم يا في هذا المحاضرة أتمنى أنه تكون وضحت عدكم المحاضرة وإذا عدتكم أي سؤال أو أي تعليق ممكن تنزلوا بالكومنتز في الكلاسروم الخاص بإنتاج اللحوم شكراً لكم طلبتنا الأعزاء شكراً لكم